وصف أجواء عائلية ألفها عناصر الخضر يواصل المنتخب الجزائري تحضيراته لمونديال جنوب أفريقيا تحضيرات ستدخل مرحلة الجد ابتداء من هذا الأربعاء بعد التحاق جميع اللاعبين بفندق غولف أند بالاس بأعالي كران مانتانا في سويسرا هذا الفندق الذي تزين بألوان الجزائر الوطنية الطاقم الفني للخضر يهدف من هذا المعسكر الذي سيستمر حتى السابع والعشرين من مايو ويار إلى الوقوف على إمكانيات اللاعبين وأوضاعهم البدنية والصحية نهاية الموسم في أسبوع الأول خاصة كران مانتانا تقييم طبي وبدني وكذلك لكل اللاعبين والأسبوع الثاني وتعويضة طبعا على الارتفاع وبعد هذا مباشرة يبقى ناسبوع نشتغل مباشرة نرجعه لأنه يبقى لا تلت سابع قبل بداية الكاس العالم نبدأ نشتغل مباشرة من ناحية التقنية والتكتكية باش نرجعه الفريق للميدان وخاصة للتنسيق من ناحية الدفاعية من ناحية الهجومية قد يكون هاجس سعدان ومساعديه هو الإصابات ولكنها في مجملها لا تثير القلق خصوصا فيما يتعلق بمجيد بوغراء ورفيق حليش ورفيق صيفي ولكن إصابة موراد ميغني تبقى الأكثر تعقيدا وإثارة لسؤال مدى إمكانية مشاركة نجم لاتسيو في مونديال جنوب أفريقيا قبل هذا التجمع كان لدي ثلاثة أشهر للإلاج وهي مدة طويلة كانت فيها نتائج طيبة وبعدها تعرفت لعدد من المضاعفات لكن لحد الآن كل شيء بخير والحمد لله حيث تحسنت بشكل أفضل ورويدا رويدا سأضعف التمارين للالتحاق بالمجموعة المنتخب الجزائري تدعم بعناصر جديدة تحمل لأول مرة ألوانة عناصر تأقلمت واندمجت سريعا ضمن المجموعة التجمع يسير في أجواء جيدة تأقلمنا بسرعة مع الفريق فالمجموعة فتحت لنا ذراعيها والآن علينا تقديم أفضل ما لدينا لتأكيد ما نحن قادرون على فعله الأسبوع الأول من معسكر الخضر بدأ بوتيرة عمل تصعودية ستبلغ الذر وتعاشية مباراة إيرلندا في الثامن والعشرين من هذا الشهر وسط ظروف مثالية وفرها الاتحاد الجزائري لكرة القدم وبحضور عشاق محاربي الصحراء طبعا الذين يرافقونهم أينما حلوا الخطوة التحضيرية الأولى للمنتخب الجزائري لمونديال جنوب أفريقيا وبدأت في كرامونتانا في سويسرا خطوة لم يلتأم فيها بعد شمل كل لعبي المنتخب ولكن ابتداء من الأسبوع الثاني من هذا المعسكر فإن ساعة الجد ستحين ومعها ستحين أيضا ساعة العد العكسي للعرس الكروي العالمي محمد الوضاحي الجزيرة الرياضية من كرامونتانا سويسرا ترجمة نانسي قنقر